يبقى هيكون عندي متريكس الماتريكس هي بتاعها في نمبر لكن بتاع الداتة هل لي علاقة بالكلاسترز لا هو بتاعه كام في الفيتشار فكتور انا عندي هنا كام يبقى في باي سكس فالداتة ملوش علاقة بالداتة بتاع مين الفضل لو كان عندي خمسة كان الديمينشن بتاعها يبقى ادي خمسة كولم ولازم بتاعهم يطلع بكام وان واعتقد هو عامل كده في الفاظي لوجيك علشان يعرف انا بلونج بقدي ايه من التاني لو انا قطتلك يعني لو ده وده اعرف من ايه ان اوبوينتناين دي كويسة مش هعرف طلعت وووينتناين وووينتفور فهو الصميشن بتاعهم واحد واعتقد ده الريزون القيام اللي هو عامله في الفاضي لوجيك عشان يعرف ان ده وزيروا قد ايه فيحسب بتاحهم اللي هو اللي هيقف على اساسه. هيقف في الاخر لما يكون بين ده والكلاستر ده ادي. اوكي يا شباب? بحدد وقف علينا زي زي لو انا بعمل ولا حاجة. لازم احدد في الاول اقول انا هقف لما يكون كزعة. بس لما تيجي توقف معلش ثانية. لما تيجي توقف ممكن ما تلاقيش كل السامبل محققين كده. لما تلاقي المجورتي من السامبل محققين كده هتقول لن البقين دول ايه? او تلاير. لا ما هي لو بواحد يبقى انا متأكد انها تبع ده. لا 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 مش هعمل مش هعمل كده. مش هعمل كده. مش هعمل كده في الفازيولوجيك. مش هقول انها تبعها بمية في المية. مش هخليها اوان وزيره. لو عملت كده هتشتغل برضو انت كل مرة هتعمل مش فارع يعني. طيب. كل مرة انا محتاج اعمل في السيمين العادي للسنترويد. لكن في الفازيولوجيك هعمل افديت لحكتين. ايه هما? السنترويد. ومين? والميمبر شيف. خلاص? طيب. وهي برضو بما انها سي مين هتلاقوه على الديستنس. معتمل على الديستنس اللي احنا اخدناها قبل كده. هناخد بقى الاكويشن بتاعيتهم الاكويشن شكلها صعب شوية. بصراحة مش هقول لكم يعني الموضوع سهل. بس التطبيق بتاعها سهل. فهنعدي سريعا كده على شكل الاكويشن. لكن لما نحل فيه فيه هناخده هتلاقوه الموضوع يعني ويعني مفهومي. مش شبه الاكويشن نفسها. هنا بيقول اللي يعني في الفاضي انا عندي وان داتا بوينت زي ما عملنا هنا هنقسمهم اكوردين ممبر سيف فانكشن. ده بيقول الممبر سيف فاليو عبارة ام اي جي دستانس اي جي سكوير. صوت يا شباب. بيقول اي يا شباب? ان الفاضي اا سي مين ده عبارة عن فاضي ممبر سيف فانكشن ما بين مين ومين يا شباب? ما بين الام ومين? الميو والسي. ميو اي جي ايه ميو اي جي دي? بيقول لي الميو اي جي دي الممبر سيف فانكشن بتوين داتا بوينت اند كلاستر جي. مش انا عندي مجموعة من اللي هما مين في السامبل بتاعنا? اللي هما بوينت وان بوينت تو بوينت سري بوينت فايف. تمام? الممبر سيف فاليو بتاعتي عبارة عن الممبر سيف فاليو اي اللي هي مسلا بوينت وان. وز تعالوا مبسطة. هو قال لي ام اي جي او ميو اي جي. مش كده? فيها كم فاريبل دي? اتنين فاريبل. اي خاصة بالداتا بوينت. اللي هي يا شباب يعني. خاصة بمين? بالسامبلز. والجي بالكلاستر. يعني لما اقول ميو وان وان. معناها الممبر شام الممبر شيف فاليو بتاعت اول سامبل وز ريس بيكت تو اول كلاستر. ده سامبل وان. كلاستر مين? وان. نفس الكلام اللي هو هيكون اكوى الكام هنا? زيرو بوينت فور. لما اقول ميو وان تو معناها ايه? معناها ايه? معناها اول سامبل برضو بس وز ريس بيكت تو مين? سامبل وان كلاستر مين? تو اللي هي اكوى الاو بوينت سكس. وهكزا بقى. اوكي? طيب. بس هو حارتها باور مين? باور كام? باور جي. مش كده? مش كتب ميو اي جي باور جي? انا مش في اي فاضي او اي تكنيك بعمله لازم اعمل البرامتر البرامتر ده لما بغيره يحسن في النتائج. بنسميه هنا. زي في مسلا. انتو خدتوا الفاضي ايه 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 برضو هتلاقي في برامتر كده بيغير فيه عشان يحسن في النتائج. كل ما يغيره يغير في بتاعته. يخلي بتاعها مختلف. ما تبقىش حاجة سبتها. عشان لما تعمل تانية وتالتة ورابعة. ولقيت النتائج ما بتتغيرش تعمل ايه? اغير فيها يعني. فالجي ده بنخليه كونستانت في الاول. وانبس هو اه قال لك انه لازم يكون كام? اخليه مسلا بواحد وربع واحد ونص واشوف. والله يطلع وحش ازود او اقل. صوت يا شباب. اه بتاعتنا دي عايز اعمل فيها منيمايزيشن ولا ماكسمايزيشن? انا بدور على الايرور. انا بعمل الايرور ده بيجي منين? الايرور ده عبارة عن ايه يا شباب? مش لا. ايه. الفرق ما بين يعني الايرور في اول واحد بكام? او بيسميه ايبسلون هنا. او بوينت سكس مينس او بوينت فور. فهو عايزي منيمايز الايرور ولا ماكسمايز الايرور? ماكسمايز. ماكسمايز? ومنيمايز دي? اه الايرور واحد ماينس الديفرنس. واحد ماينس الديفرنس ممكن يطلعلي الايرور بتاعي. اوكي? يعني لو عندي احسن احسن نتائج عندي طلعت? او بوينت ناين. زيرو زيرو ناين 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 ناين. مسلا. الصوت يا شباب. دي حاجة كويسة ولا وحشة? كويسة? جدا مش كده? ليه كويسة جدا? عشانا متأكد بنسبة او بوينت ناين ناين ناين. ان اكس ده تبع مين? كلاستران. انا عايز اوصل للشكل ده. الشكل ده هحسيبه ازاي الايرور? واحد ماينس. الماكسما مين? لا مش الديفرنس. الماكسما الفاضي فاليو. الفاضي فاليو بتاعتي. خلاص? لو كان التاني هو الماكسما يبقى واحد ماينس مين? التاني. اوكي? دي عشان يحققها بيعمل حاجة اسمها ديفرنشيشن. كنت اوطيكوا الكلام ده قبل كده. في في طيب. انا عايز اعمل مش كده? عايز اعمل مش كده? نوع في امتى? صح? شباب الصوت. عايز اعمل مش كده عايز اعمل ترمينيشن. الرول بتاع الترمينيشن. الرول بتاع الترمينيشن. بحاجة اسمها ايبسرون. انا بحدده فين? في بتاعتي. الابسرون ده ققف في امتى? عندي حلول كتيرة جدا. هل هو حل واحد? عندي كزا حل. احنا كنا بنقف امتى? في السيمين العادي. لما يحصل لما السنترويد يطلع هما ما يتغيروش. صح كده? انا هنا عايز اعقف امتى? لما يكون الفرق بينهم كبير صح كده? ده حل وايه تاني? لو انا اقول لكم بدل الفرق كبير? يكون يكون الارور بزيرو بوينت وان. والارور ده واحد نقص الماكسيمم. هل اللي انا قلته ده ما يحققش ان الفرق كبير? بالعكس ده افضل من يكون الفرق كبير. ليه افضل? معنى ان الماكسيمم بتاعي واحد نقص الماكسيمم او بوينت وان معناها ايه? ان الفرق كبير جدا. وده اكبر فرق عندي. ليه اكبر فرق عندي? عشان انا متأكد ان المجموع بتاعهم كان? واحد. هو ده اللي خلينا اقول كده ان انا متأكد ان الصميشن بتاعهم واحد. عشان كده قدت واحد ماينس الماكسيمم. لو كان المجموع مش بواحد يبقى تكلم ده غلط. ليه? ممكن ما يطلعش الماكسيمم. ممكن يطلع المينة وما اصل. لان ممكن واحد يبقى بخمسة. بسبعة. بس انا متأخد ان الصميشن بكام? بواحد. زي مسلا واحنا بنحسب مش بتلاقي ناس بتحسب بالبرسنتج وناس بتحسبها بوان? ايه الفرق بين الاتنين? في الاخر هي هي. بدل ما من زيرو الهندرد برسنت هي من زيرو الكام? الوان. والايرورف اللي اخد هو الهندرد برسنت ماينس الاكيورسي او الوان ماينس الاكيورسي. فهو نفس الكلام بس لما نقول واحد ماينس الماكسيم هبقى متأكد ان الديفرنس اكبر ديفرنس. مش ديفرنس وخلاص. خلاص? فعشان كده يحدد الايرور بكامل? اللي هو الابسلون بكامل. اوكي يا شباب? طيب. فيه كويشن كده اسمها سي سي جي. بسميها ايه? كلاستر سنتر اوف كلاستر سنترويد. شكلها صعب ولا سهل? ان شاء الله سهلة اه. خلاص? الكلاستر سنترويد دي بنجيب بيها ايه يا شباب? بنجيب بيها مين? سنترويد. والديمنشن بتاعها بيكون عبارة عن ايه? معلش مسمعتش? عدد الكلاسترز وعدد الفيتشورز. عدد الكلاسترز ليه? عشان هو عندي كم سنترويد هنا? تو سنترويد. ات ايتش سنترويد نمبر او فيتشر فيكتور. اوكي يا شباب? عشان كده اسمها ايه? سي سي جي وهنعملها لكزا ايه? لكزا فاليو. يعني هتلاقي بعد كده بنجيب نحسبها. هنقول مسلا سي وان سي وان او سي تو سي وان. سي سري سي وان وهكذا. والميمبر سيف فونكشن زي ما اتفقنا ده ده بتاعتها. اي جي على الديستانس اي ام باور تو اوبر جي ماينس وان. ودي هتلاقوا الشبه اوي اولا شبه لو احنا خدنا الام لو كنا درسنا او اللي هيبص على الفازي كيه ان هنا هيلاقي هي برضو في دستانس وباور مين تو على بس مسميها دي بقى دي ماينس وان بدل جي يعني. هتسأل معلش. اه ده كده حطه عشان لو انت عايز تغير في بتاع الميمبر سيف فونكشن تغير فيها. ما يبقىش حاجة سعبة يعني. هو في كل التكنيكس هتلاقي مدي مجموعة برامترز علشان تغييرهم يغير في بتاعت الالجوريسم. يبقى فيه زي سكوب يلعب فيه. بدل ما الالجوريسم نفسه يطلع ريزلت مرة واحدة لأ. كل ما اتغير الفاليو دي غير مين? وهتلاقوها على مستوى الفونكشن نفسها لو انا استخدمت غير استخدم غير استخدم اي حاجة تانية. اه لازم اعمل اه هنعمل هنعمل دلوقتي هنا صح تمام? لسه هنقوله. بيقول لي اول احنا ناخد كده وبعدين انا معي اجزامبل هنحلو مع بعض. اول ستيب هأسيوم لازم يكون عندي مين? ما ينفعش ما يكونش عندي لان ده بيدبند على السي مين واحنا قلنا اول كونديشن في السي مين هو ايه? زي ما انت قلت في الاول كده عدد الكلاسترز يكون جفن. فلازم يكون عندي عدد الكلاسترز ومنطقي جدا ان يكون مينفعش اقول انا في كلاستر واحد يبقى اصلا ما فيش بروبلم لان احنا كلنا في نفس الكلاسترز. يعني لو تقول لكم هل في داعي نحنا نقسمهم? ما هما وان كلاستر. فهو لازم يكون اكبر من او يساوي اتنين وطبعا اقل من او يساوي ان. طيب. ونختار اي كلاستر الفازي نس جي. اكبر من يعني ندي لمين? لمين? لجي. لازم اعمل زي ما قال للمين? اللي هي انهي الماتريكس دي. يبقى الماتريكس دي. لازم نعملها ايه في الاول يا شباب? لازم نعملها زي ما كنا عملنا للسنترويد في السيمين? لازم اضرب اي ارقام في مين? في مين? في الفازي. الفازي فاليو دي. الفازي فاليو. بتعمل ايه? بتقول لي ايه? بطلع منها ايه? ايه المعنى? لما اقول او بوينت فور او بوينت سيكس? اه كأنها بتنتمي لكلاس مين تو. كاني قلت كده ان السامبل الاولاني ده بيلونج تو كلاستر تو. طيب وتاني واحدة احط اي رقمين بس لازم طبعا يكون السميشن بتاعهم بكم? بوينت. لو بتاعي كنت هلاقي دي كم كولم? تلاتة اول كولم بيبقى مربوط بمين? بكلاستر وان. تاني كولم بيلونج تو كلاستر تو. تالت كولم بيلونج تو كلاستر سري. والدايمينشن بتاع الرو بتاع الصف عبارة عن الدايمينشن بتاع مين? السامبلز بتاعتي. اوكي يا شباب? يبقى انا في رقم تلاتة هعمل ايه? اي مين? اي كده دي. بعد كده هاحسب مين بقى يا شباب? احسب بتاعتي. يبقى انا وبعدها احسب السنترويد وهادي بتاع السنترويد اللي احنا كنا قلنا لنا عبارة عن فوق عبارة عن في الامبوت يعني هنلاقي السنترويد دي عبارة عن مين يا شباب? مين? الكولم اللي فوق عبارة عن ايه? اه سوري الجزء اللي فوق. بتاع مين? حاجتين ملتبلايت ببعض. ممبر شيف فاليو اللي هي اي و جي. وقلنا ايه ام اي جي دي? الممبر شيف فونكشن بتاع السامبل. ملتبلايت في مين? في اكس ايه الاكس دي? الامبوت. على بتاع مين? بتاع الممبر شيف فونكشن. يبقى انا اللي فوق عندي رقمين مضربين في بعض الممبر شيف فاليو ملتبلايت في الامبوت. المجموع بتاع مين? بتاع الممبر شيف فاليو. رقم خمسة حكالكليت بتوين الاي داتا بوينت اند جي كلاستر سنترويد. احسب المسافة بين مين? السامبل ومين? والنيو سنترويد. مش انا عملت دلوقتي? معتمد على مين? على الممبر شيف فاليو. صح كده? اوكي? طب ايه المتوقع في استيب رقم ستة? ده بقى خلاص? انا عملت ده مش كده? وبعدين? حسبت السنترويد وبعدين? حسبت الديستنس وبعدين اعمل ايه? افديت. رقم سيكس افديت الفوزي بالاكويشن السهلة دي. والله سهلة. الشكلها صعب بس. سوما بتتحفظ يعني. هي من الحل هنعرف نحلها ازاي? لكن ما تحفظوها كده. هي لو شفتوها كده عبارة عن ايه يا شباب. واحد على اللي هي بالاكليزين. ديستنس على ديستنس. ديستنس ديستنس بلحكتين بنسيمه على بعض. خلاص? رقم سبعة بقى اعمل ايه? اعمل لغاية ما اعمل ايه? اللوز بتاعي او يوقف عند ايرور معين. اللي انا محدده في اول البروبلم. خلاص? قبل ما نقولي كده. على اللي احنا خاتبينه على البورد. ايه الخطوات اللي هنعملها? انا بديكم العسمال دي بس. بس. هل ينفع? لا. مش لازم السي. شو هم السي? لازم اه لو السي اصدق بيها الكلاسترز. السي او الكي. صح. اللي هي الكي او السي. اللي هي نعمل. نقسمهم لتون كلاسترز. هنعمل ايه? اول خطوة. الفازي دي. باي ارقام? الخطوة التانية. احسب السنترويد. احسبها من من احسبها من الفازي يعني انا دي وبعدين احسب دي. الخطوة التالتة. الديستانس وبعدين. بستخدم الديستانس دي عشان اوبديت الفازي دي. وانا بقف اكوردنج المين للفازي دي. خلاص? دي الحلقة بتاحت. ايه نشيلايز فازي لوجيك. اكمبيوت او اكالكيليت السنترويد. احسب ديستانس. الديستانس دي عشان احسب النيو فازي فاليوز. ونقف امتى? حسب الديفرنس اللي هيطلع من دول يبقى كبير قوي او يبقى الواحد ماينس الماكسيمم بتاعي اقل من اللي انا حطيته في بتاعتي. هما دول الخطوات. طبعا البروبلم دي تاخد وقت طويل قوي 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 في الامتحان. فهتلقوني مسلا قطي لكم مسلا اعمل اه طبعا اكيد هديكم الفازي الاولية دي انا اللي هعمل لها اكيد مش مش هخلي كل واحد فيكم يعمل وانا هحل وراه كده هحل مية مسألة. فهتلقوني في الامتحان مسلا قدتكم قدتكم مين دي. واقطي لكم مسلا احسبوا السنترويد. او اعملوا قصدي بيها ايه? نحسب سنترويد. اه اه برضو ممكن دي تاخد وقت طويل لان الكباس اللي جاي عندنا مسألة بتاعة الانتروبي بتاخد وقت طويل برضو. فممكن اقول لكم مسلا اعملولي مسلا بعد السنترويد احسبولي مسلا بتاع مسلا اول واحد وتاني واحد بس مسلا. مش شرط كلهم. فتبقوا ملاحظين بس في الامتحان واخدين بالكم انا طالب منكم ايه? ما حد تشوفوا المسألة كده فيحبها ويقول لي كويسة فحلها كلها. لو حلها كلها هيلاقي الساحتين راحوا منه. فانا ممكن اقول لك مسلا احسب لي السنترويد مرة. واحسب لي مسلا بتاعة اول سامبل. مسلا. يبقى نحل اول سامبل ويهيه? ونوقف. او احنا هناخد مسألة كاملة دلوقتي. احنا اخد كامل يعمل ون اي تريشي. يعني اللي هي بتكلم عليها. خلاص? افضل. واحد واحد ماينس واحد ماينس الماكسوم. واحد ده ده اللي هو المجموع المجموع بتاعهم ماينس الماكسوم. خلاص? اوكي يا شباب? اخر دي اخر مرة. طيب. انت اللي قلتي. اكي يا شباب? طب ناخد اكزامبل بقى كده. طيب. نركز بقى في الاكزامبل ده. ويا ريت كله يروح يحل نفس الاكزامبل. اه يعني انتو الكلام بيبقى حلو وانا بشرح وانتم متابعين وكل حاجة. بس انا اكد لكم. اللي مش هيحل هيجي في الامتحان. هيلاقي ناس مش عالف يحل. خلاص? لازم نجرب بيدينا. الماس ده بالذات ماينفحش التمع. ماينفحش تمشي عليه كده. الحفز ممكن تحفز كده بالتكرار تقرى الحاجة كده مرة وتحفزها. لكن اي مسائل في الدنيا. لو الواحد ما حلهاش بايده. مش هيعف حلها تاني. ومهما تكون فاهم او مرة تحل بايدك هتوقف. هتوقف في حاجة عبيضة بس هتوقف. اللي بيحصل بقى ان الناس اللي بتقرى المحاضرات وتيجي تحل في الامتحان او مرة هتوقف جوه الامتحان. فبدل ما توقف جوه الامتحان لأ اوقف في البيت فتبص على المحاضرة او تسمع المحاضرة فهترجع تحلها تاني. وانا ما بجيبش لو انتم امتحان الترمي اللي فات انا بجيب من اللي انا بشرح. ما ببعدش بعيد عن اللي انا بقوله. بغير بس في الارقام. اغير اجيب سؤال فهم كده في النص. بس اللي يلتزم بالمحاضرات بتاعتي الصوت وراه. الصوت. اللي يلتزم بالمحاضرات ويحلها في البيت هي 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 هيلاقي نفسه جايب الاي او الاي بلاس بسهولة. هتلاقوا الميت ترميكان كده سمستر اللي فات والفاينال نفس الكلام. طيب. ده ده افهم منه يا شباب. انه هو صح كده? او البوينت دي ده 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 مش 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 عندنا. اللي هو ده عمره ما يكون وعمره ما هعرف حتى لو جالك في اي في الدنيا. يعني جيت مسلا تشتغل على اي او هي حاجة في وعمل ومن ضمن مسلا ده رقم واحد رقم اتنين لغاية رقم ايه. هل السؤال ده هيفيدك في حاجة في في مستحيل. مش معنى ان انا حلت اول واحد ان انا طبع وان. وان انا سلمت اخر واحد ده معنى ان انا في اخر مالوش علاقة. فالنبر او ده عمرك ما تعتقد. اعتبره مستحيل. حتى لو احنا اشتغلنا بالانتروبي او لو فاكرين كده في يا شباب انا ما بكبرش حد ان هو يحضر. فانتوا تكلمتوا ودحكتوا وانا بسيط لكم اسكت. فاستأذنكم مش بحب حد يتكلم وانا باشر. واللي مش عايز يحضر والله ما بزعر منه. اصلا انا ما بعرفش اسمائكم. يعني وبحط عمال السنة مش اسمائكم او حضوركم او لا لا الشغل في اللاب زائد الكوز اللي هنعمله هنا زائد الكوز اللي هتعمله في اللاب زائد البروجيكت او اللي هتعمله في اللاب هيبقى العمل السنة. فلو عايز تحضر عشان تفهم على راسي من فوق. لكن نتكلم لا. خلاص.